اشتركوا في القناة من التواصل مع المواطنين والعوائل والوقوف معهم في الأفراح والأتراح مما يعكس العلاقة الفريدة بين القيادة والشعب وخلال اللي كانواها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطالع به عائلة كانو وتاريخها المشرف في دعم المسيرة التجارية والاقتصادية ومعاونة الحكومة في هذا الجانب مستذكرا سموه بالتقدير سامات الفقيد بارك كانو في التطور التجاري وفي العمل الإنساني والخيري مؤكدا سموه أن الفقيد كباقي أفراد عائلة كانو الكريمة من الرجال الذين بذلوا في سبيل الوطن ورفعته وخدمة المجتمع وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على تعزيز قيم التواصل لدورها في تقوية النسيج الاجتماعي الذي يعد أحدى دعمات الوحدة الوطنية مؤكدا سموه أن مملكة البحرين حباه الله بنعمة المحبة والتآخي بين أفراد مجتمعها الذين يستظلون تحت إطار العائلة الوحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر